هل يستطيع المستشار نمساوي إجبار اللاجئين على الاعتراف بإسرائيل كشرط للحصول على الجنسية نمساوية برأيك؟ مساء الخير أستاذ ممدوح وأيضا مساء الخير لأستاذ أحمد وأيضا لأستاذ المشاهدين والمتابعين حقيقة الموضوع ليس من باب القصر أو الإجبار هناك مشروع ربما وأنت تعلم كيف تمرر القوانين والمشروعات في أوروبا بشكل عام وبتشكل خاص في البلدان الغربية يختلف الموضوع تماما عن ما هو عليه الحال في بلدان الشرق الأوسط هناك في الشرق الأوسط وفي البلاد العربية هناك إرغام وإجبار وقصر للمواطنين على القبول بهذا المشروع أو ذاك لا يوجد خيار رفض أو خيار مناورة هنا في أوروبا هناك سقف للديمقراطية وأيضا هناك التزام بالقانون وبالتالي إذا كانت الدولة في النمسا تريد أن تعيد صياغة قانون الجنسية لأن الجنسية ليست في النمسا مجرد بطاقة يحملها الإنسان المهاجر أو حتى الإنسان المولود في النمسا إنما هي قانون حاله كحال العمل حاله كحال التعليم كحاله كحال الصحة كل نشاط أو كل استحقاق بالأحرار في النمسا يخضع لسلطة القانون وبالتالي القانون هو المحكم اليوم القانون لا يقول بذلك لكن ربما مع التطورات الأخيرة وربما مع حالة الشحن والكراهية والخطاب خطاب الكراهية حقيقة والقلق المتزايد لدى النمسا قلق بلدان الغرب أصبح هناك إعادة نظر عزيزي أستاذ ممدوه وإعادة اعتبار وإلا لماذا الآن فكرت ألمانيا والنمسا بالمناسبة ألمانيا ربما تذهب الآن أسرع من النمسا في تطبيق هذا القانون أو ربما في جعله على السكة كما يقال خاصة بعض الولايات الألمانية علينا أن ندرك جيدا أن النمسا وألمانيا يحكمها نظام فدرالي كل مقاطعة تتمتع بسلطة قوانين وحكومة وأيضا لا مركزية الحكم لا مركزية وأيضا هناك إجماع واستفتاء شعبي يحصل على قضايا مركزية اليوم ألمانيا تخطو بهذا الموضوع علينا أن لا ننسى نقطة غاية في الهمية أنه لماذا النمسا ربما وألمانيا أكثر من غيرهما من بقية البلدان لماذا لا تفعل ذلك إيطاليا مثلا يسأل البعض لماذا لا تفعل ذلك فرنسا ألمانيا والنمسا الكل يعلم أن هناك حقبة سوداء هم يقولون عنها أنها جزء من تاريخنا الأسود التقيت مع شخصيات نمساوية منذ أن وصلت إلى النمساو حتى اليوم يريدون دائما أن يمحوا هذا التاريخ يمحوا هذه الصفحة أن يمحوا هذه الصفحة لا أن يزيدوا الطينة بلة عنها صفحة الهولوكوست صفحة اضطهاد اليهود صفحة مؤساة اليهود بغض النظر عن وجود دولة إسرائيل يعني إذا اقترض بأنه لا توجد هناك دولة إسرائيل في الوجود على سبيل المثال لم تتأسس بعد نهاية الحرب العالمية الثانية هناك التزام ألماني نمساوي ربما أكثر من سويسرا يعني سويسرا نصفها من الجوان التزام تاريخي نعم هذا جزء من الالتزام يعني اليوم عندما تقر النمسا مشروع قانون للاعتراف بإسرائيل كجزء من حق الحصول على الجنسية النمساوي هو جزء من ماضي وجزء من تاريخ يعني يقع على عاتق الدولة سواء في نمسا وألمانيا هذا ما أريد أنا أيضا أن أجيب عنه إذا ما سأل البعض لماذا لا تفعل ذلك إيطاليا أو لماذا لا تفعل ذلك إسبانيا إسبانيا إيطاليا فرنسا لم يكن اليهود فيها على هذه الدرجة من الاضطهاد والمظلومية التي تعرضوا لها في بلدان كنمسا وألمانيا وأيضا يعني حتى في بلدان شرق أوروبا تعرضوا إلى ما تعرضوا إليه ربما بصورة وبدرجة أقل اليوم هذا هو الالتزام الذي تريد أن تظهره النمسا وألمانيا فيما يتعلق بموضوع خاصة في ظل يعني حضرتك أستاذ ممدوح أتيت إلى النمسا منذ عقود طويلة وحصلت على الجنسية النمساوية أنت وعائلتك لم يسألك أحد يومها هل تعترف بدولة إسرائيل رغم أنك كمصري دولتك خاضت حرب وثم دخلت في اتفاق سلام بغض النظر اليوم إذا سألنا مصريين هل تؤيدون السلام مع إسرائيل أم لا تسجد أن الكثير منهم لا يؤيد ربما والبعض ربما ليس لديه موقف هنا في أوروبا الوضع مختلف تماما فلم يسألك أحد إذن عزيزي أستاذ ممدوح أنه هل تؤيد أم لا تؤيد اليوم الموضوع تغير اليوم المهاجرين المهاجرون الجدد واللاجئون الذين وصلوا إلى النمسا منذ أن وصلنا وما الذين وصلوا قبلنا وما بعدنا هؤلاء اليوم أمام مرحلة جديدة مرحلة أن هناك دولة هناك بلد هناك شعب هناك قومية هناك استحقاق وهناك أيضا تاريخ يعني جزء من حق الحصول على الجلسية النمساوية أن هناك اختبار للغة وهناك أيضا اختبار تاريخي المستشار يستطيع جبار اللاجئين على أو أي حد إذا تم صغط هذا القانون نعم الكل ملزم بالاقتراب لكن هو لا يستطيع أن يفرض القانون ضمن الآليات القانونية والتشريعية والدستورية سيتم طرح هذا المشروع من قبل حزب الشعب وسيكون عليه موضوع دستور هنجيله هنجيله انت تعرف كيف تصاغ القوانين وتمر ضمن خلينا ننتقل ضمن قنوات اشتركوا في القناة